أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المصريين جميعا يحملون في قلوبهم لأرض سيناء الحبيبة تقديرا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال مضيفا في كلمته للشعب المصري في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء أن سيناء هي البقعة الغالية من أرض الوطن والتي ينظر إليها المصريون على أنها درة التاج ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة وشدد الرئيس السيسي على أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدا في ذاكرة أماتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلبة العزيمة متوجها بالتحية إلى شهداء مصر ورجال الدبلوماسية المصرية وروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان